مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تستمر حالة عالم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة يوم أمس والآن تؤثر على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية بالذات منطقة حائل وحفر الباطن وتتحرك باتجاه الشمال الشرقي أيضا قد تمتد فترة الظهر وما بعد الظهر لتصل جنوب تابوك وشمال مدينة المنورة وقد تصل أيضا إلى مكة المكرمة والطائف هذه الحالة تؤدي إلى ظهور السحب الركامية والركام المزني وسقوط زخات رعدية من المطر الأمطار تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول وحدوث بعض الفيضانات أما بقية المناطق خاصة الشمالية الغربية تقريبا الأجواء مستقرة إلى غائمة جزئيا والمناطق الوسطى الرياض والمناطق الجنوبية أيضا خريفية معتدلة نهارا لطيفة ليلا هذه الوضع الجوية المتوقعة نتمنى الجميع السلامة شكرا لمتابعتكم